اشتركوا في القناة اشتركوا في الجريدة الرسمية ثم تقديم عرض داخل البرلمان في جلسة مشتركة ثم المناقشة مع اعضاء الحكومة هناك اهداف وهناك غايات وهناك فلسف بالنسبة لي أنا شخصيا وهذه وجهة نظر ديلي اللي كان امن بها يجب ان لا نبخس عمال او اعمال المؤسسات كيفما كان نوعها دائما كنت مدافعا عن المؤسسات هل كان شي ضعف او لا شي اختلال في شي مؤسسة يجب اصلاحه لكن المؤسسة لا يجب ان يمسى بها هذا كمبدأ عام المبدأ العام الثاني ان مجلس الاعلى الحسابات نظريا واكد نظريا مرة اخرى ليس مطالبا بصياغة الايجابي في التدبير شأن العام لانه من المفروض من المدبر ان يحترم القانون وان يقوم بتدبير جيد فبالتالي المجلس على الحسابات لا يرصد الاحترام الضوابط والقواعد والقانون للتدبير بل يركز وهذا هو شغل هذا هو شغل دي المجلس على الحسابات على الجانب دي الاختلالات اذا كانت هناك اختلالات في اطار الافتحاص في اطار المراقبة في اطار تقيم المراقبة والافتحاص لما كيكون اختلاسات يحيل الملف على المحكمة والمحكمة تقوم بالضور ديالها اذا كانت هناك اختلالات باش نأكدوا على هاد المصطلحات فهذا الحالة كيرصدها وكيكتبها في التقرير لماذا يصيغوها وينشروا هذا التقرير ويناقش شخصيا وجهة نظر ديالي ممكن انا ما من هذا ولكن اللي فهمت حسب التجربة يريد ان يمرر الرسالة الى كل جميع المدبرين كيفما كان نوعهم اذا كانوا يقومون بفعل مشابه ان يصححوا هو تعميم الفائدة تعميم الفائدة ومواجهة كل الاختلالات كذلك فتح هاد الاختلالات باش ميبقاش الكلام اللي قلت فالبرلمان احنا كبرلماني فى النقاش ديالنا ما خلصش مشوف التوجو نعطيه لنطبع ان ننساو الجوانب الايجابية ونركزو غير على الجوانب السلبية كأنه في هذه البلاد الا الفساد هذا يعني بدقيق العبارة بهذا الشكل اذا طبيعي ان مجلس على الحسابات ومناسبة المجلس على الحسابات يتعاملوا مع البرلمان بشكل جيد وكيمدنا بمجموعة كبيرة هذا الوثائق عكس ما جاء في بعض المدخلات وفي الوقت ديالها لما يتعلقوا الامر بالتقيم السياسة العمومية لما يتعلقوا الامر بالتقارير الموضوعات اللي كتكون وانا كدت جواب على مدخلات اذا علاش كيتتعزي الكلام ديالي من السياق دياله اللي جاء جواب على مدخلات وكيتتوضع في واحد الخانة اكيد ان استعمال التقارير المجلس على الحسابات او قضايا اخرى هو اللي ضرب طالبي انا ما عنديش مشكل ولكن نحافظوا على المؤسسات نحافظوا على المؤسسات ما نقصوش مؤسسات قوة المؤسسات الاجتماعية والتقافية والسياسية والاقتصادية في هذه البلاد واقفة كلها تشتغل في تناغم وفي انسجام لما كيوقع شي خلال ركيوقع التحول كتوقع التطور ثم المواكبة